السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعيش مع التاريخ مع الاثار هنعيش مع حكايات مساجد مصر القديمة هنعيش مع مسجد من المساجد بناء انسان خائن والناس ما صلتش في المسجد ده لمدة 500 سنة يا طرأ ايه هو المسجد ده ومين هو الشخص ده الشخص ده من امراء الممليك من الامراء التابعين للسلطان قنصوى الغوري الشخص ده اسمه خاير بيك خاير بيك بس اهل مصر بيسموه خايم بيك لان هو خان قنصوى الغوري قنصوى الغوري اللي خلاه يتدرج في المناصب وان هو يبقى حاجة قوية جدا كان المستشار المستشار الخاص المستشار الخاص لقنصوى الغوري وكان قائد للجيش وكان قنصوى الغوري بينام عليه وبيعطف عليه وبيعمله معاملة طيبة ولكن خاير بيك كان خاين للعهد وكان غدار فنجد ان خاير بيك كان قائد للجيوش وكان ماسك منطقة حلب قائد للجيش وكان ماسك حلب في سوريا لان كانت الدولة المملوكية كانت مسيطرة على مصر وعلى سوريا تحكم مصر وسوريا فخاير بيك ده كان يعتبر قائد للجيش هناك في حلب وكان نائب للسلطان في حلب وفي فتلة دي كان فيه صراع عسكري بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية الدولة العثمانية عايزة تضم مصر لسلطانها وتبقى مصر ولاية عثمانية ونجد ان كان فيه معركة حربية مشهورة بين العثمانيين وبين الممليك وهذه المعركة هي معركة مرج دابق وفي معركة مرج دابق هيحصل حدث خطير جدا هنجد ان خير بك وهو قائد من قوات الجيش التابع لقنصوة الغوري هينسحب في المعركة الحربية اللي كانت بين سلطان سليم وبين قنصوة الغوري سلطان ممليك الانسحاب ده هيؤدي الى ضعف الجيش فالجيش فيه عدة فرق فيه الجزء الايمن والجزء الايصر ووسط الجيش فلما جزء من الجيش ينسحب فجأة كده بدون علم اي بدون خطة وبدون اي شي دي خيانة وفعلا حيموت قنصوة الغوري اللي هو سلطان الممليك والسبب خيانة خير بك وحيكون الامر سهل على السلطان العثماني سليم الاول كان طبعا خير بك ده كان مغنم وكان راجل بيعني يعتبر ايه عميل واشتغل مع السلطان سليم وساعده في فتح مصر ونجد ان خين بك او خير بك هيكون له دور مهم في اقناع السلطان سليم ان هو يقتل طمام بي اللي كن حاكم على مصر على رغم ان كان فيه حوار جميل ذكرت هنا ذكرته كتب التاريخ اقرب ابن اياس كتاب بدائع زهور في وصف الظهور بدائع زهور في وصف الظهور المهم ابن اياس بيقول لنا ان خير بك من الناس اللي كانوا بيلحوا على السلطان سليم ان هو يقتل طمام بي وكان السلطان سليم معجب بعقلية وقوة سليم وقوة طمام بي فكتب التاريخ بتقول لنا حولكو الحوار باختصار الحوار طويل المهم ان سليم الاول السلطان العثماني بيقول طمام بي لماذا يا طمام انت مش عايز تنضم للدولة العثمانية وتكون تابع لنا وتتبع الخلافة العثمانية فهو رفض واخناعه اللي هو طمام بي ان هو استحالة ان هو يسيب حكم مصر وينضم للدولة العثمانيين فهو مش عايز مصر تكون تابع للدولة العثمانيين ده طمام بي فنجد ان سليم الاول اقتنع بهذه الفكرة قالك لا ده رجل شجاع وبيدافع عن عن مصر فقالك هذا الرجل لا يقتل ولكن تحت الحاح من خاين بيك او خير بيك هنجد ان السلطان سليم هيغير رأيه ويأمر الجنود والاتباع ان هما يقومون بقتل سليمان بقتل طمام بي تمام هذا هذا هو خير بيك خير بيك الذي ساهم في هزيمة الممليك في مرق دابق واقنع السلطان العثماني سليم الاول بان هو يقتل طمام بي حاكم مصر وطمام بي ده كان ابن اخو سلطان قنصوة الغوري وكان خير بيك اول حاكم لمصر بعد سقوط دولة الممليك وبعد مقتل طمام بي اخر حكام الممليك وكان مكروه من الشعب المصري وكان بيحاول يتقرب بين الشعب المصري وبنى المسجد وبنى مدراسة لتعليم الناس مذاهب الفقه الاربعة وبنى سبيل يعني مكان الناس تشرف فيه ميا برغم كل ده الناس محبتهوش وكان يقدم لهم مواقد الطعام اللي هي زي بالظبط مواقد الافطار اللي هي في رمضان وغير رمضان في المناسبات يقدم لهم الاكل ولكن الناس لم تحب هذا الرجل بسبب الخيانة حتى اشتهر بانه خاين بك مش خير بك ودي قصة تعلمنا ان الخيانة خلق دميم ومكروه مش حلو ان انت تكون وتغدر بالناس عشان توصل لمصلحتك واهدافك الناس مش هتحبك رسالة لكل انسان لا تكن خائنا لا تكن غدارا تذكر ايضا ابن العلقمي اللي كان من المقربين الى الخلفاء العباسيين واللي هو خان الخلفاء العباسيين واتحد مع هلاكو المغولي وكانت النتيجة ان هلاكو المغولي حيقتل ابن العلقمي هذا الخائن فيارب ابعدنا عن الخيانة ابعدنا عن هؤلاء الخوانة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة